يعني هذا سؤالك مهم في أن ما هو البديل للأميركان في حالة الانسحاب البديل هو اتفاق سياسي أخلاقي ضامن لوحدة البلد وحمايته في مرحلة ما بعد الانسحاب وهذا جزء من الالتزامات السياسية اللي يجب أن يبحثوها السياسيين في وضع وثيقة وطنية تؤشر مسؤوليات كل طرف من هذه الأطراف السياسية وكل فرد من الموجودين ومن الأسماء المعروفة أن يوضح مسؤوليات اتجاهها يعني الإراق سوى انتخابات جرت انتخابات أكمل انتخابات هذه الانتخابات أسفرت عن وجود تلافات ووجود قوى السياسية هذه القوى السياسية هي مسؤولة عن أن يعني تضع وثيقة التزام وطني تحقق أو تحدد بها أهدافها للمرحلة القادمة في حال الاتفاق على الانسحاب يعني قبل القرار بالانسحاب لازم أكو إجراءات وأكو إجراءات سياسية على أقل تقدير يعني تساعد في ملء الفراغ الأمن التخصصي اللي يحتاج العراق إذا قدرنا نوفر هذه الضمانات السياسية من القوى السياسية أعتقد الأمور ستكون جيدة ليس لمعالجة هذا الموضوع ولكن للمواضيع الأخرى لكن لا أحد يستطيع أن ينفي أو يدعي أن ليس هناك تحديات داخلية أو تهديدات خارجية تواجه العراق وانسحاب القوات الأمريكية من العراق هو تحدي سياسي للسياسيين وهو أخطر ما يواجه مسألة الانسحاب أن يكون السياسيين واضحين وصريحين في اتخاذ هذه الخطوة